في أول زيارة له إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعلى رأس وفد حكومي رفيع يسعى الكاظمي إلى رسم شكل جديد لعلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن وتعزيز التعاون بين الجانبين على عدة أصعدة كما ذكر مكتب الكاظمي لكن هذه الزيارة لا تخلو من الصراعات السياسية بين الفرقاء السياسيين العراقيين والتي تستثار بتدخلات الخارجية ورفض القوى السياسية المقربة من إيران لهذه الزيارة أو محاولة عرقلتها الجميع يعول على هذه الزيارة بأن تكون نقطة شروع جديدة في تنظيم العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق وتأثيرها على المحيط الأقليمي وتحديدا بين الصراع الإيراني الأمريكي داخل الأراضي العراقية نحتاج أن نتحول من سياسة الإملاءات إلى سياسة الاحتواء ونحتاج أن يكون هناك مفاوض جيد قادر على أن يلعب دور مهم في أن يجعل العراق مركز قوة لا مركز ضعف من جهة أخرى تسعى قوى سياسية إلى دعم هذه الزيارة بهتف توطيد العلاقة بواشنطن اليوم العراق ينأى بنفسه عن الدخول في صراعات إقليمية أو إقليمية دولية ويحافظ على وضع وعلى سياسة كون ضرر العراق خلال هذه الفترة السابقة الكثير من هذه الصراعات أدت بالنتيجة أن يلحق الضرر الكبير في وضع الاقتصادي والأمني عدة قوى سياسية منها تحالف الفتح طالبت رئيس الوزراء العراقي بالاجتماع بها من أجل طرح رؤيتها وتضمينها في أجنة الزيارة وبعضها يرى ضرورة أن يناقش رئيس الوزراء العراقي مسألة انسحاب القوات الأمريكية من العراق من خلال تحركاته الدبلماسية يسعى الكاظمي إلى خلق علاقات متوازنة بين العراق وكل الدول الإقليمية التي تتصارع على أرضه لكن الضغوطات الداخلية من بعض الفرقاء السياسية في العراق تشكل عائقا حقيقيا أمام مساعي رئيس الوزراء لتحقيق ذلك مصطفى القطان قناة الغد بغداد